مهما قلت بحبك لكن ايه؟ لكن انا مش حاسة مش حاسة ومهما قلت مش بحبك ويعني في شعور ممكن مكلمش اخوض وانت تحس انها موضوع ايه عاطفة للشعور ويعني سوريا حتى في ايه؟ عند التشبيه ده مش هو محل بس هو ده لو ماشيين اتنين كده مع بعض وكلب قاعد كده اطلاق بيهاوبوا على واحد واحد لا ليه؟ حس ان ده هو شم ريحت وحس في حب في عطف لكن التاني في حب يعني فيه؟ فهي الفكرة بس ايه؟ ربنا يدينا الشعور ده والاحساس ده مش مجملات هو ده اطل شعور في الدنيا مش مجملات الشكلية يعني ايه شكلية يعني واحد اهو عشان معقف السياسي ده فلازم يقول كلام حلو لازم يكلم كلام حلو لكن مفيش وفي واحد هو بطبعه محب مع كل ناس يعني بالجد مش هجامل في بابا لا بابا تربيت جيزيج انت بالله تربيت فريب اهو كده طالعين ايه؟ طالعين دبتوا المحبة المتبادلة هي دي مصر هوا هي مصر مكون انا دايما نقول ايه؟ لما ناس تتبعت عن بعض يحسن جفاء لما نختلط ببعض ونشوف بقى محبة بعض ونشوف اللا نكونش عالف كده ان في ناس بس يتعامل معي بعد ان شاء الله اللا نقول ايه يا عم انت كنت واحد فكرة عشان غلط انت لكن هي الفكرة اللي ادالك الفكرة ديه هو الغلطان مش انت لان احنا دايما عايشين هنا انت واحد اردنا قبل بنورد يعني عشان كده دايما يقول ايه؟ احنا محمقين هنا يعني السيداني اللا حتى ممرات يغلط كده ويفتح تليزيون على الاخبار العالمين بتحس ان احنا في معلومة احنا في النصة او هنا ليبيا هنا سوريا هنا اليمن انت مش بعيد لكن انت ربنا محوتك ليه؟ لان برضو المحبة المتقصلة منعت الطيار ده من التغلق حتى لا يخدد بعض الناس ينساقوا ورا الفكرة لكن في الاخر الحب والرب والناس موجودة كتيرا وكترة الناس دي بتأثر برضو يعني انا حس ان بابا ده يعني بعد شر عليه يسميه في دائحات اتراسه على ايده ولا خايف يعني في ناس بس عايزة تقول زيه بس خايفة لكن هو حبيبي بره وجوه ولما لقى اني اللازم اني يوصل الفكرة ده في الغرب صح وعمل مكتب انا قولها ده الحب وعشان كده انا بقول مصر ما يحصل باذن ربنا ولا الشر هيكلب يعني اللي هيغلب الخير عشان ليه بقى نسبته بالنسبة للخير كتيرة يعني شر ده وليل بالنسبة للخير الخير ده يعني النهار تبتلاقي مثلا ايه ميت واحد يحب وتلاقي واحد بكرة الواحد اللي بكرة ده في وسط ايه مثلا جبيش هتحب لكده كوبيهم في بحر ولا يبقى ليه معاصر الضبح الضبح لكن لو كنتون في كوبهية زيارة كده هيعكرون كوبهية كلها ده انا ده حاجك يا بنا دكتور عادت مع البطرة في باريس بعدين كل يوم حد يقوليه تعليش هندن نروح لسكر كرعه بحكمة الكنيسة السكر كرعه ونطلع كده يا ده بقى للسلم كبير ونطلع يولق شامع ويولق شفايع وبعدين نقوم كل يوم حد لحد ما فيه ستة كبيرة وهو اللي كان فقالت له زي فيه يعني زي شراك لو انت بس عيس تنجي كل حد او زي صلقة كبه فبعدين يقوم بسكت له انت مسلم او زي صلقة كبيرة او زي صلقة كبيرة او زي صلقة كبيرة وعنده فكرة ودي اخدانها منه فكرة زيارة الكنيسة مثلا في اي حتة في العالم او في مصر بيبقى في اي مكان بتدخله بيخص اي ديانة هو مكان مقدس وبتربنا بتحس فيه راحة غريبة وبتحس فيه عبق للتاريخ وفن تتأمله فتروح ايطاليا ادخل ازور اروح اي بلد بتحس وكل كنيسة مختلفة مثلا هتلاقي كنيسة لسه بقوله لما روحت كنيسة سامارك وفنسيا ايطاليا لقيت كلام بالعربي لان العرب قعدوا فترة بندوقية زمان مع صور الابتس مع المسيح مع السبو اللي هو زي عبر التاريخ اللي هو احنا واحد فانت ليه بتعمل فرق او بتتكلم من النهاردة حتى كاتبة بوست بوست عاجب الناس اوي وبعدين انا كتبه ايطاليا كتبة حاجة من قلبي يعني فبقولهم يا جماعة انا اصلا ما اعرفش الفرق ما بيننا وتربط في بيت ما حدش قالي اصلا ما في فرق انا بتعمل عادي باكل في بيته وقعت بقى اسكر صحابي على مدى المراحل الامرية من المسيحين وقعت بقى اقول اسمائهم غادة ومارتينة في البدائي اش عارفة ماريو ومين والناس حبت البوست اوي الله ده جميل اوي وقلوه اخوة دي حاجة كيانهم اقول ملا بيسمعوا يعيني ما هم مش ها حاجة انت ماينفعش اقولك فرق او فرق انا بتعمل عادي بص يغالي انا اقولك لي انا مش لاني يكرهه هيكره نفسه يكره جلده هو حاقد تشعور تشعور التاني بيحبه ومش حالك انه بيحبه اوضي طبيعته دايما دكتور يقول لنا الكره بيأكل النفس يعني لما تكرهي هيجي عليكي وقت انك تكلي نفسك من جوه فتكرهي نفسك فتأذي نفسك ففي النهاية هو هيرد ليكي تاني لما ما تلاقيش وقت من مرة بتاخد من جوه بتقول لباية ما تنتهي عشان كده هذينكم ايه؟ اما نفسا لم يشرح الحب فيها اي نفسي يعتابل مع معناها انا بالحب قد رجعته الى نفسي وبالحب قد عرفت الله الحب ده نعمة يا ربنا الانسان اللي ما يعرفهاش يتعف هو اللي بيترب حضوريك بديها كلمة في منتهى الابداع هو بيكره نفسي بيأكل في نفسي اللي بقى عشان كده مرأت لما بيقول ليه؟ سامح عدوك بس كوني احنا بدي كلمة ربنا يخد سامح عدوك احنا مش بنديلك طاقة عشان انت تتعب لا 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 لان كنت لو كرهت انت بتغلف نفسك وبتتعب نفسك ش ش ش ش ش ش ش ش ش Aquila و كنت حسن مستعدين اMicro انا انت تضيقى ترجمة نانسي قنقر